السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم واللي هنتكلم فيه النهاردة في هذا الفيديو عن تقييم النجم المصري محمد صلاح امام فريق فلهم من الصحف الانجليزية فنجح محمد صلاح نجم فريق ليفربول في هز شباك فريق فلهم واهدى فريقه نقاط المباراة فازاي كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الانجليزية فشارك محمد صلاح كاساسي في فوس فريق ليفربول على ضيفه فلهم بهدف من راكل الجزاء في ملعب انفلد في لقاء مؤجل من الجولة 28 والصحف الانجليزية وضعت تقييم لكل لاعب من فريق ليفربول امام فريق فلهم حسب الدرجات من واحد الى عشر درجات وكان تقييم الدولي المصري تباين مبين سبعة وثمان درجات عشان يصل متوصل تقييمه من كل الصحف والمواقع لسبعة واثنين من عشر درجة من عشر فيما كان الحارس الكبير اليسون بيكر حارس فريق ليفربول ومنتخب البرازيل افضل لاعب ليفربول في اللقاء بمتوصل تقييم بلغ ثمان درجات من عشر ودلوقتي هنبدأ بتقييم النجم المصري محمد صلاح من الصحف والمواقع وهنبدأ ب زيزيز انفلد اللي خد فيها صلاح سبعة من عشر اما في زائقو اخد محمد صلاح سبعة من عشر وفي جول اخد محمد صلاح سبعة من عشر وفي هوس كورد حصل محمد صلاح على سبعة وستة من عشر درجة من عشر اما في فوت موب استاتيس فحصل على تمانية واربعة من عشر درجة من عشر اما في تي اي اي ريدرز فحصل على ستة واثنين من عشر درجة من عشر أما متوسط الدرجات فحصل محمد صلاح على سبع واثنين من عشر درجة من عشر ورصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الحالي وصل إلى تسعة وعشرين هدف في مختلف المصابقات وبيلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع فريق لفربول اللي انضم له قادما من فريق روما في صيف 2017 وفي 301 مباراة شارك فيها نجم ليفربول في مختلف المصابقات سجل محمد صلاح 185 هدف وصنع 74 هدف وطوّج بسبع ألقاب مع الفريق دوري أبطال أوروبا 2019 والصوبر الأوروبي وكاس العالم الأندية في نفس العام ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019 2020 وكاس رابطة المحترفين وكاس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في عام 2022 وبفوز فريق ليفربول على فريق فولهم وصل إلى النقطة 59 في المركز الخامس فيما بقى فريق فولهم في المركز العاشر برصيد 45 نقطة وكان آخر لقاءات فريق ليفربول أمام فريق توتنهم وانتهى بفوز ليفربول على توتنهم بأربع أهداف مقابل ثلاث أهداف في مباراة سجلة فيها الفرغون المصري محمد صلاح هدف من راكل الجزاء وجاء جوتا بالهدف القاتل فيه الدقيقة 94 من غمر اللقاء وبكده يكون خلس الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن تقييم النجم المصري محمد صلاح أمام فريق فولهم في الأسبوع 28 المؤجل في الدوري الإنجليزي من الصحف الإنجليزية وبكده يكون خلس الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال ادي اشتركوا في القناة